إذن مشاهدين البداية مباشرة من باريس من قلبي الحدث وبالتحديد من القرية الأولمبية بباريس أن يتواجد معنا عبر الهاتف وعلى المباشر المصارع الجيدو مهدي ليلي المتأهل إلى أولمبياد باريس رفقة كل من أمينة بلقاضي ودريس مسعود عن رياضة الجيدو بداية مهدي تلتحق بنا مباشرة من باريس أهلا بك سلام وأهلا بك خويا فاتح وأهلا بظيف الكرام أهلا بك إذن مهدي ندخل مباشرة في صلب الموضوع مهدي أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموعد الهام أولمبياد باريس أكيد التحذيرات قبل هذا الموعد كانت جيدة أود معرفة بداية معرفة الأجواء هناك بباريس كيف هي أجواء التحذيرات قبل انطلاق هذا الموعد الكبير تفضل مهدي نعم نحن الآن متواجدون في باريس في تربص أخير قبل الدخول إلى القرية الأولمبية نعم تحذيرات قائمة نقدرون قلوب اللي تحذير الخلاص كملنا جميل جميلة مهدي 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 صراحة هل كل الظروف كانت مواتية لضمان التحذير الجيد لهذا العرس الدولي أولمبياد باريس من أجليه؟ على الأقل أقول إهداء الجزائر ميدالية خلال الأولمبياد خاصة أن رياضة الجيد أهدتنا سابقا ميداليتين في الأولمبياد نعم حذرنا واش قدرنا كان عندنا تربصات وكان عندنا منافسات خضناهم وخضنا تربصات لقاليهم والحمد لله إن شاء الله نكونوا في الموعد يوم المنافسة نكونوا في أتم اللياقة إن شاء الله ونقدروا أن نفتكوا أحد الميدالية جميل مهدي مهدي تشعر بنوع من الضغط خاصة مع اقتراب المنافسة أكيد أنت قلت أن التحذير حضرنا بما استطعنا لهذا الحدث الإمكانيات كانت موفرة لضمان التحذير الجيد لهذا الحدث هل مهدي لليوم قبل انطلاق المنافسة يشعر بنوع من الضغط الطبيعي الذي تولده أو نتيجة اقتراب منافسة كبيرة بحجم أولمبياد باريس معلوم اقتراب المنافسة يصبح عند الرياضيين كامل مشيئ يصبح عندك هوس تقول بلك أنا ما حضرت شمليح بلك خصني هذه بلك نزيد هذه لكن لازم تكون عندك ثيقة وتكون ثابت فوشا كدير والحمد لله احنا قدرنا اللي نقدر عليه وان شاء الله ان شاء الله نكملها بالحلم على كلمة الحلم مهدي ما هو حلمك في أولمبياد باريس اكيد ان الحلم كبير وان كل الرياضيين يتمنون الميدالية الذهبية مهدي لي لمصارع المنتخب الوطني ليجدوا ما هو حلمك في هذه الأولمبياد هدفي في هذه الدورة هي الفوز بأحد المعادن ان شاء الله الذهب وهو مشي هدفي أنا فقط هدف كل الرياضيين وهو الفوز بأحد الميداليات الأولمبية لكي نشرف أنفسنا أولا ونشرف عائلتنا ونرفع راية الجزائر عاليا في سماء باريس جميل مهدي مهدي ثلاثة فقط من رياضة الجيدو تأهلوا إلى أولمبياد باريس نتكلم عن دريس مسعود أمينة قاضي بالإضافة إلى مهدي ليلي أنت الذي تأهلت مؤخرا المنافسة قوية في رياضة الجيدو هل تعتقد أو ترى أن الثلاثي هذا قادر على أهداء الجزائر ميدالية على الأقل في أولمبياد باريس نعم نحن في رياضة الجيدو ثلاثة فقط لستطعنا نفتك تأشير التأهل للألعاب الأولمبية كما هو معلوم أن التأهل في رياضة الجيدو صعيب بزافة عكس أخرى فيها بالتأهيلية إلى أنه الحمد لله استطعنا نحن الثلاثة التأهل إلى أولمبياد باريس الأمور نعم ستكون صعبة لكن إن شاء الله ليست مستحيلة ونقدر أن نكمل هذا الأربع سنوات اللي كانت شقة كثير وكننا أخذنا في عديد منافسات لكي ضمننا التأهل إن شاء الله نقدر إن شاء الله نفتك أحد المعادن إن شاء الله جميل مهديلي لأعلم أنك مرتبط بالتدريبات والتحضير لهذا المحفل الكبير ختما فقط وجود جالية جزائرية كبيرة هناك بباريس بفرنس عموما وبباريس على وجه الخصوص يكون بمثابة الدعم للرياضيين الجزائريين خلال أولمبياد باريس ما هي الرسالة التي توجه للجالية الجزائرية من أجل دعم الرياضيين الجزائريين لتحقيق أهدافهم تفضل ما معلوم وجود الجالية الجزائرية وكما نعرف ويوجد عدد كبير من الجالية هنا في باريس رح يكون لنا دعم معنوي ورح يكونوا سند لنا إن شاء الله نوجه لهم رسالة من هذا المنبر يكونوا متوجدين في كل يكونوا متوجدين معنا في رياض الجيدو وفي كل الرياضات ينصرون ويكونوا معنا إن شاء الله باش نقدروا إن شاء الله نقدروا كامل الرياضيين المشاركين بأن نتحصل على أكبر عدد من الميضاليات إن شاء الله والهدف هو رفع الرايا في باريس إن شاء الله وهو ما نتمنى هو مهدي ليلي رفع الرايا الجزائرية بسماء باريس وتحقيق أكبر عدد من الميضاليات بأولمبيادة باريس مهدي شكرا لك ختاما أي إضافة تريدك أخيرا شكرا لك خيافاته إن شاء الله نكون في جورجي إن شاء الله نكون في كامل اللياقة إن شاء الله وإن شاء الله ربي وفقني ونقدر نحقق الحلم التاعي وهو الفوز بأحد الميضاليات هنا في باريس إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله التوفيق لكل الرياضيين المشاركين وإن شاء الله نكون خير مثال إن شاء الله في هذه الألعاب ونحصل على أكبر عدد من الميضاليات إن شاء الله وهو السلام عليك ورحمة الله وبركاته وهو من نتمنىه نحن أيضا مهدي ليلي موفق شكرا لك على تدخلك معنا عبر قناة النهار أهمونا أن الجزائر أو راية الجزائر ترفع عاليا بسماء باريس وتحقيق أكبر عدد من الميضاليات بعدما فشلنا في ذلك خلال الأولمبيادة السابقة بطوكيو